نضم إلينا من رمالة عصمة منصور الباحث في شؤون الإسرائيلية سيد عصمة أهلا بك على شاشة الغد الضربات القوية تجاه المنازل والشقق السكنية هل يمكن اعتبارها ربما تفاوض تحت النار؟ تحياتنا لكم نعم واضح أن هذا جزء من أدوات الطرفين لمحاولة إيصار رسائل أو الضغط على طاولة المفاوضات هناك في الشكل الآخر تتفاوض الأطراف من خلال الوسيط المصري وعلى الأرض وفي الميدان كل طرف يحاول أن يحسن موقفه ومطالبه وأن يقدمها إلى الأمام وأن يفرضها على الطرف الآخر واضح أن هناك اجتداد للكتال وهذا يشي أن الأمور أيضا بدأت باتجاه التهديئة تأخذ طبع الدخول في التفاصيل وكسر الأيدي أو محاولة ثني الأيدي أنا أعتقد أنه أولا علينا أن نوضح نعم هناك اجتداد للكتال وهناك توسيع لدائرة الأهداف وبنك الأهداف لكن علينا أن نتذكر من بدأ هذه الجولة بمجزرة هو نتنياهو ومن استمر بالقصف والتدمير واستهداف منازل المدنيين حتى اليوم هو نتنياهو ما تكون به حركة الجهاد الإسلامي وما يكون به الفصائل هو الرد على هذا العدوان وعلى هذه المجازر وأيضا محاولة صون ما تحقق المكاسب عبر سنوات طويلة المزاج في إسرائيل المزاج مؤسسات صنع القرار يتجه نحو رغبة في توسيع دائرة القتال أم التفاوض ولكن بعوراق ضغطة لطالما استخدمتها إسرائيل وهي اللعب على الشق الإنساني وقتل الأبرياء والمدنيين المزاج واضح عندما تنشر الصحافة الإسرائيلية أن الشباك ومؤسسات الأمن توصي بوقف الجولة أو إنهاءها بأسرع ما يمكن هذه المصلحة الإسرائيلية الآن أن توقف جولة الكتال دون أن تقدم شيء دون أن تفقد خسائر بشرية دون أن تتوسع وتدخل ملايين في الملاجئ ودون كل هذه المخاطر التي تنطوي عليها يعني إمكانية استمرار الكتال استمرار الكتال اليوم والمواجهة ليوم ويوم وربما لساعة هذا ينطوي على مخاطر كبيرة كالتقلب كل المكاسب التي حققها نيتانياهو ولكن هنا أقول أيضا نيتانياهو ليس لاعب لوحده والمؤسسات الأمنية الإسرائيلية وتوصياتها ليست وحدها التي تحرك وتتحكم بالمعادلة هناك أيضا الجهاد الإسلامي وواضح أنه أنا هنا أريد أن أعيد أعيدكم وأعيد المتابعين إلى الجولة السابقة في نهاية الجولة السابقة التي انتهت بعد ساعات قليلة وأيام يعني لم تتجاوز اليومين هذه الجولة بعدها قال النخالة أنه يعني أخطأت الجهاد عندما أوقفت أو قبلت بوقف إطلاق النار ربما هذا أحد استخلاصات النخالة في هذه الجولة أنه عندما يتوقف إطلاق النار يجب أن يكون على أسس واضحة وأن تكون يد المقاومة هي العليا وأن تفرض مطالبها على الأكل فيما يتعلق بالاغتيالات وبإطلاق صراحة ربما جثمان خضر عدنان أو غيرها من المطالب لا نعرف ماذا يدور بالضبط على طاولة المفاوضات ولكن في المرة السابقة تبع الاكتفاء بوعود وكلمات عامة ومبهمة قيلت للوسطاء ونقلت ولكن لم تفي إسرائيل بأي منها لذلك أنا أفترض ما أهمية الاتفاق أو أخذ وعود من إسرائيل سيد عصمت ونحن نعلم بأنها لم تلتزم بأي وعد أو بأي اتفاق تم إبرامو في السنوات السابقة أو في الجولات السابقة هذا مهم أولا أن هناك وسطاء وهم شهود حتى لو اختركت إسرائيل ولم تحترم لا الوسطاء ولا الفصائل المكاومة على الأكل هذا يثبت مطلب وتم تسليم به إسرائيليا ولكن أيضا هذا يعطي فرصة للخروج بشيء بإنجاز بصورة انتصار ربما تطبيقه مرهون بمعادلات الكوة على الأرض وما تحقق من خلال الضربات الصاروخية ومن خلال الجهوزية وما تم إنجازه عسكريا هذا هو الضامن إسرائيل عندما تدرك أنه لا يمكن للفصائل أن ترد ستهجم وعندما تدرك أنها جاهزة الضامن بشكل أساسي هو كوة المكاومة على الأرض ولكن أيضا أنت عندما تنهي ستسأل ماذا حققت في هذه الجولة وعندها يصبح لهذه الالتزامات حتى لو إسرائيل أدارت ظهرها لها يصبح لها أهمية في الشكل العام للمشهد وتتويجه والآن بهذه المفاوضات الذي يملك طول نفس والذي لديه متسع من الوقت والوقت لا يضغط عليه هو الجهد الإسلامي والمكاومة وليس نتنياه نتنياه حقق كل ما أراده وهو قال ذلك في الجولة الأولى التي باغت بها واغتال ثلاثة من كيات الجهد الإسلامي وأعاد سياسة الإغتيالات وأعاد لملمة ائتلافه الحكومي ولكن ربما سيد عصمت دائما الانتقادات التي توجه لتنياه بأنه لا يعرف أين ينتهي حتى في الداخل الإسرائيلي يعني لا خطة هداف واضحة حتى كان الحديث عن التوصل إلى هدنة ثم عادت سلسلة الإغتيالات مرة أخرى وقصف غزة صحيح صحيح وهذا هو ربما التحدي أمام أي متخذ قرار أن يعرف متى ينهي الجولة كان هناك فرصة قبل يومين وكانت جميع قريبين من وقف إطلاق نار ولكن يبدو أن أغرته لأن نتنياهو نشوة الضربة التي وجهها وبغت بها الجهاد جعلته يذهب باتجاه التصعيد وأيضا وجود الإتلاف ويدرك أنه لديه إتلاف متطرف سيحاسبه على كل تصريح وكل موقف وكل صاروخ بعد أن تنتهي الجولة الآن الكل صامت والكل يراكب ولكن بعد أن تنتهي الجولة ستبدأ عملية الحساب والمزايدات الداخلية ومن الخارج ولذلك واضح أن هذا دفع نتنياهو للإقدام على الإغتيال وهذا دفع إلى تجدد المواجهة بهذا الشكل الذي نرى وهذا ينذر باستمرارها وإطالة أمدها وعندها سيجد نفس نتنياهو الذي يعرف عنه أنه أكثر شخص حذر أكثر شخص حذر في اللجوء إلى الكوة العسكرية يدرك أن هذا أمر فيه مقتل فيه مقتل سياسيا وفيه مقتل داخليا وفيه مقتل أيضا عسكريا ولا يمكن له أن يقدم شيء هو أكثر شخص يعلم أن مشكلة غزة لن تحل لا بجولة ولا بعشرة ولا بمئة جولة وأن هذا يطلب سياسات مختلفة كليا واستراتيجيات لا لا هذه الحكومة والحكمات السابقة قادرة عليها هذا يطلب إما حسم عسكري ويعادة احتلالها وهذا غير ممكن لأسباب كثيرة أو حل سياسي يفضي إلى قيام دولة فلسطينية وهذا أيضا في ظل التركيبة والمجتمع الإسرائيلي وتطرفه غير ممكن لذلك هو يدرك أن هذه الجولات هي عمليا يعني إعطاءه مزيد من الوقت إعطاءه سنتين أو ثلاثة من الهدوء فقط ولذلك لا يتورط كثيرا في هذه اللحظات نتنياهو يعقد اجتماعا أمنيا مع وزير جيشه ما المتوقع أن يرشح عن هذا الاجتماع هذه الاجتماعات شبه دورية ويومية في ظل مواجهات من هذا النوع نحن نعلم أن هناك ضرف خاص لدى جلانت وهو ماتت والدته بالأمس وهو محظور عليه في كدية اليهودية أن يخرج لذلك هذه المشاورات تتم عبر تقنيات يعني الزوم أو يعني عن بعد وليس مباشرة أنا أفترض أنه الآن يتم تقييم الوضع عسكريا وعلى الأرض هناك رسائل يتم طبعا تبادلها من خلال الوسطاء تحتاج إلى ردود وأيضا وضع الصورة استخباراتية وأيضا وربما الأهم الجبهة الداخلية إلى متى يمكن لنيتنياهو أن يبكي الجمهور في الجبهة الداخلية صامت في ظل شلل الذي هناك آلاف في فنادق يعيشون موزعين في إسرائيل الحياة متوقفة على مسافة 40 كم من الكطاع وابتالي هذا وضع ضاغط يعني كلها أمور يتم الموقشة هذا وتابع حثيثة وميدانية يعني يدفعنا للتساؤل إذا ما حقق بالفعل نتنياهو سلسلة أهدافه الداخلية السياسية التي كان يريدها من جراء هذه العملية هو في البداية نعم أنا أؤكد لك نتنياهو حقق ولكن هذا يعني مشروط مشروط بأن تنتهي الجولة بطريقة سريعة وكما يريدها إذا طالت المواجهة وكان هناك خسائر وخضع نتنياهو للجهاد وفصائل المقاومة أعتقد عندها تعود وتثار كل الأزمة الداخلية داخل الإتلاف من طرف بنكفير وحزبه وسموتريتش وأيضا الأزمة الداخلية المتعلقة بالإصلاحات القضائية وخطة إضعاف القضاء التي يتبناها هذه لن يتخلص منها نتنياهو إلا بالتراجع كليا عن خطة إضعاف القضاء ما دون ذلك بعد أن تهدأ المواجهات ستعود المظاهرات وتتجدد ولن تتوقف هذه مسألة ليست احتجاجات عابرة هذه تمس جوهر وركائز المنظومة التي نشأت عليها إسرائيل والتي ضمنت لها أن تصل لما هي عليه الآن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر